كما أقامت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وقد استقبل السيد بدر عباس الحليبي القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين في برازيليا استقبل جمعا من المهنئين من كبار المسؤولين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب البرازيليين وممثلي الحكومة البرازيلية كما حضر الحفل جمع من ممثلية سلك الدبلوماسية المعتمدين في برازيليا وممثلية المجتمع المدني البرازيلي وقدموا خالص تمنياتهم وتهانيتهم وتطلعاتهم بالتقدم والازدهار للمملكة وبهذه المناسبة رفع سعادة القائم بالأعمال من خلال الكلمة التي ألقاها أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مملكة البحرين حكومة وشعبا منوها إلى أن فلسفة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حول مفهوم التعايش الإنساني أكدت روح التعايش والانسجام والتسامح المتميز الذي تتصف به مملكة البحرين ومن بين المبادرات الرائدة لجلالة الملك المفدى في ترسيخ التعايش والتسامح بين الجميع إطلاق إعلان مملكة البحرين في عام 2017 الذي يسعى لتعزيز السلام والتسامح والتعايش ليس فقط في البحرين بل في العالم أجمع ويضاف للبحرين في مجال التسامح الديني والتعايش السلمي إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس عام 2018 والذي يهدف إلى تنفيذ الرؤية الملكية بمشاريع متميزة تأكيدا على مكانة المملكة على المستوى الدولي كمركز هام لنشر ثقافة السلام والانفتاح والتعايش وكذلك إطلاق كرسي الملك حمد للحوار الديني والتعايش السلمي في جامعة سابيانزا في روما كما أشار إلى التطور المستمر في العلاقات البحرينية البرازيلية والتي تمتد إلى ما يقارب نصف قرن والتي شهدت تطورا ملموسا في العديد من المجالات وخلال الاحتفال ألقى السيد سيدني ليون روميرو مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية كلمة نيابة عن السيد فليب ماتينيز مستشار فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية تطرق خلالها إلى تاريخ المملكة الذي يعود إلى قرون ما قبل الميلاد منذ الحضارة الدلمونية وتبوئها مركزا تاريخيا مهما وإنجازات المملكة مع تقدم الزمن والحقبات إلى يومنا الحالي وفي الختام هنأ مدير الإدارة مملكة البحرين حكومة وشعبا بهذه المناسبة متمنيا لها التقدم والتطور والازدهار كما هنأ بفوز المنتخب البحريني بكأس الخليج للدورة الرابعة والعشرين المقامة في دولة قطر